بين ايدي النوت 2 وطبعا عندنا النوت 2 والنوت 1 والنوت 10.1 النوت 10.1 كان يتميز انه عنده الملتي سكريم فيتر حكم انه نقسم الشاشة الى قسمين بالنوت 2 اطورت هذه الخاصية بشكل كبير فلو بتنتبه هنا على اليسار في عندنا سمي سيركل نص دائرة قبل ما نفرجيكم ايش فيها جوه هي سي سوربريز فيها كذا مفاجأة خلينا نفرجيكم كيف نجيبها وكيف نروحها فلو عملت لونج برس على الباكي حصلته ان اختفت او بعمل لونج برس ضغطة طويلة على الباكي طلعلي التولبر هذا التولبر اول حاجة رازم نعرفه انه بيتغير مكانه من يسار لفوق ليمين لتحت فخلينا خلي على اليسار محل ما هو موجود طيب ايش هي هذه الابليكيشنز هذه الابليكيشنز كلها تتميز بخاصية الانقصام الى نصف الشاشة يعني ممكن افتح الجاليري على النصف وافتح الجيميل طاك على النصف الثاني او الاس نوت على النصف والانترنت على النصف الثاني فعندنا الابليتي انو نحنا نقسمها الى قسمين وهذا بيشتغل بالبورتريت مود وبيشتغل برضو باللانسكيت مود لما حنشوف بعد شوي فخلينا ناخد سامبو انا ابغى افتح مثلا اودي ايميل لزميلنا منصور نعمل كمبوز منحط منصور مستر منصور سامسون بعدين قررت اني انا المعلومات اللي ابغى اوديله لها الاستاذ منصور حقيقة هي موجودة في أبليكيشن ثاني انا حاططها مثلا بالانترنت او بغى ابحث عنها في الانترنت فابعمل لونج برس على الانترنت شوفوا كيف بطلعها كده لبرا وبحطها بنفس المكان الموجود في المسجد شو ايش هيسوي هيعمل سبلت سكرين طبعا هذه صفحة الانترنت اللي انا كنت دخل عليها قبل ما اسوي الفيديو هذا والريكورنين فلو حبيت اني انا اعطي الامج كراب بدي اعمل قط قص هذه الصورة ووديو لها بالايميل بضغط على الزر على الاسفن وبروح بعمل حواليها كده دائرة فبيعمل امج كراب وممكن انا بعدين ارسله من خلال الايميل بتصير موجودة هنا لو رجعتنا لهنا شوفوا الاتاتش من صارت اراضي اتاتش طبعا والاير ريو بيعطينا نبذة عن الموجود او على اسم الملف فصار فيني اعمل سبلت سكرين بهذا الشكل لحبيت انا برضو استفيد من حاجة موجودة على الجاليري مثلا ففتحت الجاليري من هنا وخليني ارجع لورا بالجستشور وارجع مرة ثانية وافتح مثلا هذه الامج وبعدين ابغى افتح مع ابلكيشن ثانية ابغى افتح معها مثلا المسجن فبعمل لونج برس على المسجن وبروح بحطه كده برضو عملي سبلت سكرين الحلو الان ان فيني انا كبر الجزئية حق الصورة او فيني صغرها عفوا فيني صغرها فيصير الجزء الاكبر للمسجن وفيني حرك الكيبورد فخليني ارجع الاصل اصل انه هي بالنص والكيبورد ابغى انا يكون فوق مثلا هنا عشان اكتب او حطه هنا تحت لو انا قلبت على برضو العملية هي نفسة برضو العملية نفسة فانا ممكن مثلا من وحي كما اقولون هادي العبارة اجي اكتب نفس الكلام واستخدم الـ 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 فشوفوا ذا مثلا ابغى اكتب the four qualities the four qualities الخصال الاربع فراح كتبها هنا فهدي موضوع مرة ثانية خلينا ناخد example ثاني او مثل ثاني انا ممكن افتح هنا الـ internet افتح الانترنت فراح فتح لي هذه الصفحة وبعدين ابغى افتح الاس نوت فممكن اني افتحك بهذا الشكل مثل ما شفته او اني اعمل له long press شوفوا حطى لي circle حمرة لانه اراد يفتح الاس نوت فما ينفع افتح اتنين اس نوت في مرة واحدة بس ينفع ان يفتح الانترنت فاروح بحطه كده عمل لي split screen فممكن ان افتح هنا واحدة من الاس نوت والمامو طبعا انتوا عارفين الابليكيشن والفيتشور الموجودة فيها لحاجة خرافية فيني اعمل مثلا تاكس سيلكشن على هذا النص ابغاه شفتوا كيف بروح بعمل له copy وبعدين ممكن صار copy to clipboard بفوت من هنا بحط clipboard وبختار هذا النص نفسه فرح نقلي هذا النص اللي كان موجود هنا الان الابليكيشن نفسها الاس نوت نزلتا هنا نفس النص نفس النص ممكن انا اكتب عليه وممكن اعمل اكبره شوي افترض ان ابغى اكبره شوي بعمل long press هنا وبروح الى formula match او shape match وبروح برسم دائرة بعدلها برسم خط بعدله برسم دائرة ثانية بعدلها برسم مثلث وهكذا دا وليك فشفتوا كيف تتصغر او تتكبر وتشتغل بالlandscape mode فvery neat feature فعلا مرة حلوة مرة مريحة وبين ايديك اي وقت تبغى long press على الباك الراحد long press وبترجع من جديد شكرا وما تنسى تحط لايك على الفيديو والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة